المترجم للقناة مصممين على انتزاع حقوقنا مصممين على اخراج عن جتامين شهدائنا نعامل لها للشهداء الاكرم لنا جميعا هؤلاء الشهداء الذين يقدموا الروح المخيصة من عجل فلسطين وشعب فلسطين من عجل القدسي والاقصى من عجل تراب هذا البلد العظيم وحييكم اللهم هنا ونحييكم ونحي هذا النفس المدى العصير ونحن لكم دائماً أبناء ضدنا خديدة كي نقدم انتزاع الخبائل الوطنية فلا وهي قضية الشهداء وهي قضية التي تستطيعونها المطالبة خديصة الواحدة والمطالبة في جتامينه في غضائنا العباد ونحن اليوم هنا مطالبة بالإفراد عن جتنال الشهود البطل أحمد مستوى عريقات هذا الشهيد الذي يقدمه هو هو من عجل فلسطين ونطالبة أبناء جتنال حبيبة والاستمرار في جهاز كامل مطالبة وعفاق شهدائنا الأبناء فأنا أشهداء نريد أن نكرمهم ونقام لهم الأعراس الوطنية نختخر ونعتز بها الأشهداء ولن نكمل أن نكون هارها قضية تحكم نساوها بهذا المشكلة ولهاي تعدنا على شعبنا بالاستمرار بالاستمرار في موضوع الوطن أنتم تشاهدون الآن هذا البتء المباشر على شبكة القصطة الإخبارية لوقفات ضامنية المطالبة بعادة جثمين الشهداء المحتاجة حتى الاحتلال على الصعيون لا شكراً ما نرود ما نعود تطوي الكورة الأرضية ومخلكنا تنعيش بقل ومخلكنا تنعيش بطل ومخلكنا نعيش بحرية ومخلكنا نعيش بحرية الشعب يريد يتمعنا الشاهد الشعب يريد جثمان الشهير الشعب الأقصى من حادية ما بيفتاح المشاهير يا شباب الضمو الضمو الشعب الضمو يا شباب الضمو والشعب الضمو والشعب الضمو يا شعب الضمو هذه الوقفة من وسط بلدة أبو نيس تشاهدونها عبر البثع المباشر على شبكة القصطلع الإخبارية الوقفة تطالب بعد الجثمين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة عند الاحتلال الصغيوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فنحن نعلم ان كل عائلة في فلسطين فيها الاسير واذا لا يجد الاسير فيها الجريح واذا لا يجد الجريح فيها الشهيد فهذه هي ضريبة الوطن هذه هي ضريبة فلسطين يحسب الاحتلال انه بأسرنا بجرحنا بحفلنا انه يتلم ارادتنا لكن والله بالعكس ما يقول مبلوه الاحتلال هو وقود للنار الموجودة بداخلنا حتى نعيش بحرية وبكرامة كباقي شؤوم العالم فهذه ارضنا ولن نتحرك من هنا وسنبقى هنا على هذه الارض مهما عملتم ومهما حاولتم ان تثنونا ودثوا عزيمتنا لن نستطيعوا فهذه ارضنا وسنبقى وسنعيش عليها تطالب المجتمع العالمي وكل المؤسسات التي تنادي بحقوق الانسان بمساعدتنا باطلاق جثمان الشهيد احمد مصطفى عريقات وليس فقط جثمان اخي احمد الشهيد مصطفى ولكن باقي ال 63 جثمان شهيد لدى قوات الاحتلال يحتجزون جثامين الشهداء ولا اعلم لماذا يحتجزون جثامين الشهداء قتلتم الشهداء وقعدتم انظرون الى دماؤهم على الارض ما لا تريدون من جثامينهم تريدون صلقة اعضاء اسرقوا الاعضاء واعيدوا لنا جثامين نريد ان نتفن ابنائنا بكرامة هذا حق هذا حق وهذا حق لبطو الانسان ان يدفن حي بني ادم في الارض فانا اطالب المجتمع العالمي والمجتمع الدولي وكل من لديه نخوة ان يحاول التدخل لاطباط جثمين شهدائنا شهداء فلسطين فاسرائيل بهذه العمليات التي تدخون بها بقتل ابنائنا بدم بارد هو مخالف وانتهاك بالقانون الدولي وانتهاك بميثام جنيف الرابع فهم يدعون كل ما هو خاصة حقوق الانسان ويدعون انهم اهل لحقوق الانسان والديمقراطية شكرا لكم جميعا على وجودكم الله بارك الله عليكم وشكرا لكم يا شاهدوا يا مجروح دمك هادر ما بيروح يا شاهدوا يا مجروح دمك هادر ما بيروح لا برقصة من حديد رب يفتاح للشاهد ولا أقلاب الشابر هايا اشتركوا في القناة بإعادة جثمين الشهداء تتحول إلى مسيرة ونحن نتفذون تتحول إلى مسيرة تتحول إلى مسيرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر